اشتركوا في القناة بالعربية إلى اللغة العربية في مصر في عام 2018 وقدمت لهذا طلاب اللي تدوزوا الباكالورية هذا العام وكان لي واحد لقاء متمر حقيقة لأنهم استمعوا لي في واحد السياغ ما كنتش نظنه يكون في هذا المستوى قدمت لهم كيف تكونت فلسفة العرب بترجمتها لفلسفة الإغريق في العام التاسع عشر الميلادي وكيف كان لهم فلسفة العرب كالكيندي والفرابي وابن روشد وابن سينة وابن خلدون كيف كان لهم حوار مستمر مع الثقافة الإغريقية وكما كان لهم حوار مستمر وفي شأن من الجدل بقوة مع علم الكلام وعلم وعلم الدين وعلم الفيق وكيف الفلسفة أخذت منهاجها في هذا وتطورت في هذا الحوار بين تقليد الإغريقي للفلسفة وتقليد الإسلامي البين لنا وكان لي في لقاء مع هذا الطلاب في الباكالوريا وحد نسيجام وحد الحوار متمر حتى هو لأنهم سألوني على كثير من الأشياء الحاضرة أنا كنت أتوقع أن يقول لي بعض المسائل على القرون الوسطى ولكن مع التدخل في علي عبد الرازيق وابن خلدون أخذوا هذه الفرصة ليسألوني على السياسة اليوم وعلى الحكم وعلاقتنا مع الحكم وكل ما يدور حول وطنيتهم ووطنيتهم وحول رغبتهم لتقدم هذا البلاد وما يبرنامج جاه لتقدم فكرهم وحياتهم وهذا كان متمر جدا لي في هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر